بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة الخيار اللي قدام حضراتكم ده هو بقاله 28 يوم يعني مزروع تقريبا يوم 28 يعني ماكملش حتى تقريبا 25 يوم مزروع 28 11 تمام شتلات طبعا الحمد لله داخل على مرحلة تزهيرة هو تمام ممكن عشر ايام ونبدأ نجمع منه طبعا الجو بارد جدا وطبعا الرطوبة عالية داخل البيت المحمي الرطوبة عالية نتيجة التنفس بتاع النبات او النتح من النبات واحنا كمان بنقفل البيت يعني تقريبا الساعة الثلاثة بنكون مقفلين البيت فمن الساعة الثلاثة لحد الساعة تسعة تاني يوم اعتقد الفترة بتبقى كبيرة فمنلاقي المية متكسفة وبتنزل على الارض فالنبات طبعا رطوبة عالية داخل البيت وماء حر وتواجد على الاوراق نتيجة النتح فدي بتساوي بيات زغبي على طول تمام الا ان انا ان احنا ما رشناش اي رشت بيات زغبي حتى الان والله على ما اقول شهيد والله ما رشت بيات زغبي حتى الان ولا رشت اي مبيت فطري حتى الان لا وقائي ولا علاجي ولا السنة اللي قابليها ولا السنة اللي قابليها تمام ولا حتى في السعودية كنت برش كده تمام اطلاقا لايه تسر في القصة دي السر يا جماعة الخير طيب منظر المية نازل ازاي الصبح ببقى نازل علينا مية ما شاء الله ولكن مجرد السر فيه ان انا عندي المراوح تمام المراوح فكرة لازم ننفذها كلنا جماعة الخير المراوحة لو قمت تحسب سعرها واستهلاكها للكهربا مقارنة بحاجتين اول حاجة سعر المبيد بتاع البيض الزغب او الفطر عموما تمام دي اول حاجة تاني حاجة سعر او الخسارة بتاعتك لو جالك البيض الزغبي لو جالك البيض الزغبي طبعا بياكل الاخضر واليابس تمام الورقة طبعا بتخرب والدنيا عندك ما بتبقاش مظبوطة خالص الورقة بتخرب دي اول حاجة تاني ما فيش انتاج تاني حاجة بيكون عندك اسعار المبيدات مبيدات البيض الزغبي بتكون عالية والمشكلة انه هو كمان لو وصل لمرحلة متقدمة مش هتعرف تعالجه طيب نتيجة ايه نتيجة الرطوبة عالية عندك الرطوبة عالية ايوة عالية نمو الخضر عندك كتير بتقفل البيت البخر اللي طالع من النبات وطالع من الطربة كل دي عوامل تقريبا ما فيش بيت محمف مصر خصوصا في وجه بحري الا واذا جاله البيض الزغبي تمام فعشان كده حاول تشوف قصة المروحة دي المروحة المروحة جماعة احنا حطنا هنا للتبريد بالنسبة للصيف انا متعنينيش في الشتة بحاجة ولكني لازم اشغلها في الشتة وحتى على الاقل بشغل يعني لحد الساعة ثلاثة كده من الساعة تسعة من الساعة عشر للساعة ثلاثة والبيت ده هوت ممكن اسيب فيه اربع مروح ولا حاجة وبقفل الباقي مش محتاج له في حاجة تمام حركة الهوى نفسها جماعة بتمنع الرطوبة داخل البيت المحمي حركة الهوى نفسها بتمنع الرطوبة داخل البيت المحمي شوف حضرتك انت ما بالك المروحة دي الساعة بتاعتها تقريبا بتطلع في حدود تمانية واربعين الف متر مكعب هوى في الساعة تمام فتقريبا على ما بنقول تقريبا يعني كل تلت دقايق بنغير الهوى مرة كل تلت دقايق تقريبا كده از ما كانش اقل من تلت دقايق بنغير الهوى داخل البيت المحمي مرة تمام طيب لو جيت تحسب المروحة دي تمانها تقريبا يعني الاطالي منها بيكون في حدود يعني ستة الاف او سبع الاف لو عندك تلاتة في نص فدان او فدان كفاية جدا عليك عندك تلات مروح من دول تمام المطور اللي بشدها على فكرة تلاتة فاز و تلاتة حصان يعني مش استهلاكه للكهرابا يعني الافر اللي هو تمام لو عندك تلات مواتير دول ممكن تعملهم على الطاقة الشمسية انت مش محتاج بالليل لا انت محتاج بالنهار ممكن تعملهم على الطاقة الشمسية وانا بتدعوك انك لازم تعملهم على الطاقة الشمسية لو عملت كده وحتى شوف هتوفر ثلاث حاجات الموبيدات والخسائر اللي تحصل لك وحتى الملش مش عايزك تحط ملش تمام لو اشتغلت بالمروح دهيا تمام مع طاقة شمسية صدقني حتى في الصيف هتكون مفيدة ليك في ان هي بردو تعمل حركة وتخلي حركة الهواء وتخلي وتخلي الجو الى حد ما هرطب بالنسبة للنبات في الصيف تمام بالنسبة لي وحتى لو انت حطت بردو اللي هو النت هاوس ده او الشادو نت ده بردو الامور عندك هتكون كويس تمام مراوح يا جماعة ديان يريد كل واحد يفكر جدي ان هو حتى مش لازم الكبيرة دي فيه مراوح من اللي هي بتاعت الفراخ الصغيرة تحط في عنابر الفراخ ديان ديان مراوح كويسة جدا بردو ممكن تجيبها يعني ديان ممكن متر في متر لا فيه مراوح في حدود 80 سنتي في 80 سنتي وممتازة جدا عدد اللفات بتاعها سريع اطالي يريد ما تجيبش الصيني تمام وتحطها على الطاقة الشمسية لان القصة دي تصدقني هتعمل لك يعني هتمنع عنك البياض الزغب خالص زي ما قلت لك حركة الهوى هي اللي هتمنع لك القصة دي شو بلما انت مثلا بتكون في مدينة من المدن تمام وفي موقف مثلا واقف في موقف الصيف بتلاقي نفسك هتموت من العرق والحرارة مجرد السيارة ما بتتحرك بيك تمام مجرد السيارة ما بتتحرك تمام بتبصي تلاقي العرق حتى مهما كان الجو حرارة برا مجرد حركة السيارة نفسها وحركة الهوى على جسمك بتنشف الرطوبة وبتلاقي نفسك اه مش حرارة اه هكذا النبات يا جماعة ياريت نفكر والله في القصة دي تصدقني لها فوايد كتير اولهم زي ما قلت لك هتمنع لك الخسير اللي بتشتري بيه الخسير في النبات هتمنع لك اه هتمنع لك الفلوس اللي انت بتدفعها في المبيدات وكما هتحافظ حتى على صحة الناس شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته